بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين متابعين في قناة أخبار عجلة أهلا بكم من جديد وأول رد فعل لمرتضى منصور على أزمة مباراة الزمالك وجنراسيون السنغالي أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه وجد استقبالا سيئا من جنراسيون فوت السنغالي في زهاب دور الـ 32 لدور أبطال إفريقيا مبديا تعجبه من موقف النادي رغم خطاب الاتحاد الإفريقي بنقل لقاء الإياب لبرج العرب وقال مرتضى منصور في تصريحات هاتفية لقناة الحدث اليوم صباح الساب لا أعلم ماذا يريد هذا الفريق رأينا أسوأ مقابلة ومعاملة من جنراسيون فوت حين أخذنا لقاء الزهاب بالسنغال مع احترامي لشعب السنغال الاتحاد الإفريقي تفهم الظروف التي تمر بها البلاد وأخترنا رسميا عن طريق اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ونقلها لبرج العرب بالإسكندرية بعدما وجد تعنتا غريبا من رئيس نادي جنراسيون لحل الأمر بشكل ودي ويجب أن يعلم جنراسيون أن من مصلحة اللعب في القاهرة بدلا من الإسكندرية خاصة أن عدد الجماهير الذي يقدر ب5000 فقط سيظهر بكسافة في بيتروسبورت مقارنة بستاد برج العرب وأكمل حديثه قائلا من مصلحتنا أيضا أن نلعب في القاهرة التي تعد مدينة الزمالك خاصة أننا نرتبط أيضا بمجهة مصر المقصة في المباراة المقبلة ببطولة الدور المصري في ملعب السلام بالقاهرة وحجز الملعب والإقامة للفريق السنغالي والحافلة الخاصة به كلفنا حوالي 150 ألف جنيه ورغم ذلك يرفض مسؤول النادي التوجه إلى الإسكندرية ويتمسكون بالبقاء في بيتروسبورت وأتم رئيس الزمالك تصريحاته مازحا إذا لم يحضر جنراسيون إلى برج العرب سنستدعي مصر المقصة لمواجهته في الدور المصري والإقامة ستكون علينا رغم أنها مباراة المقصة خاصة أننا تكلفنا بالأمر خلال مباراة جنراسيون ويذكر أن فريق جنراسيون فوت قام بتصعيد الأزمة صباح اليوم السب وأصدر بيانا رسميا يعلن فيه تمسكه بعد مخوض مباراة الزمالك في الإسكندرية في النهاية بشكركم مشاهدين متابعين ولا تنسوا دعمنا بعمل لايك للفيديو والاشتراك معنا في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته